موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم أعزائي المشاهدين في صدى أقلام جديد نرصد من خلاله أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العنوين المدى مختصون أكثر من 200 ألف برميل نفط تهرب يوميا خارج العراق في الزمان قفزة أخرى بالإصابات وبغداد تتصدر المشهد الوبائي في عربي 21 بخمس رصاصات الشرطة الكندية تقتل امرأة من السكان الأصليين وفي القدس العربي نواب أمريكيون يطالبون ترامب بتطبيق قانون قيصر ضد النظام السوري بشكل صارم وفي الشرق الأوسط تاردوغان وترامب يتفقان على مواصلة تعاونهم الوثيق حول ليبيا في العرب الجديد العراق الحكومة تواجه اختبار استعادة أملاك الدولة من الأحزاب وفي سي إن إن ترامب منح ديكتاتوري العالم صقا على بياضه نبدأ معكم بالعرب اللندنية واشنطن بغداد حوار مصالح أم إذعان إن كانت هناك دعوة شعبية حقيقية لفتح السياسة الأمريكية في العراق فيجب أن لا تستثني أدوات القتل التي استثمرت مناخ الاحتلال لتنفيذ البرنامج اللئين بقتل علماء العراقي ومهندسيه وأطبائه وقادة جيشه جاء ذلك في مقال للكاتب ماجد السامراء بصحيفة العربي الجديدة الحملة الحالية المفتعلة على البلايات المتحدة لا علاقة لها بمصالح العراقين وليس المقصود منها كشف انتهاكات إدارتها السابقة خصوصا في عهد بوشت ابن ضد العراق حين تم احتلاله عام 2003 ودمرت منية الدولة فيه وأهين أهله بمعاونة ودعم وافدين من بلدان اللجوء من دعاة الطائفية والمذهبية الذين يحكمون البلد الآن الجهالة في العراق لا يعلمون أن البلايات المتحدة لديها مشاكلها الداخلية اليومية المتعلقة بحياة الناس التي تؤثر على اتجاهات الرأي العام الأمريكي في خيارات الرئيس المقبل وليست إيران أو العراق أو مشاكل الشرق الأوسط ما يحدد مصير ترامب في الدورة الانتخابية المقبلة المفاوض الأمريكي في ملف العراق الذي يتكون وفده من فريق دنواسي لديه رصيد ضخم من معلومات تؤكد الولاء المزواج لعدد كبير من مسؤولي الحكومة في بغداد المفاوضون من الفنيين العراقيين قد تكون لديهم معرفة جزئية سياحية بأمريكا لكنهم ليسوا خبراء بالعقل السياسي الأمريكي والأمريكيون ليست لديهم عقدة من التفاوض مع الجانب العراقي بل هم الذين دعوا إلى ذلك لأنهم أنتج هذا النظام وجلب زعماءه بحماية ورعاية المخابرات الأمريكية يضيف الكاتب ماجد السامراء أقصى ما يدور في عقل الزعمات الشيعية الموالية لطهران إضافة إلى الهدف بإخراج القوات الأمريكية الاعتقاد بأن نتائج الحوار مع واشنطن وقبولها المبدئي بالرحيل ستؤذي أصدقاءها من السياسيين داخل العراقي من السنة والأكراد والشيعة وتكسر شوكتهم وتمتن إخضاعهم النهائي للهيمنة الإيرانية وتؤمن خلو العراق من المشاكسين إلى جانب محاولة حشر رئيس الوزراء الحالي في زاوية ماكرة بتخييره بين الولاء لأمريكا أو الولاء لإيران وليس بالطبع التعبير عن الولاء للعراق الحقيقي وشعبه الثائر ضدهم العراق وأمريكا الحوار الصعب وننتقل إلى القدس العربي نتحدث عن خيارات بغداد للحوار الاستراتيجي المرتقب مع واشنطن حيث قال مرثنى عبدالله عندما تعلن واشنطن بصراحة تامة أنها تريد العراق ساحة لمواجهة العدو الإيراني وإيقاف تهديدات الميليشيات المعمول بها ووجود وحدة سياسية بعيدة عن النموذج الطائفي للولايات المتحدة الأمريكية إن أولى الأسس لخلق علاقة فعالة وصحية بين بغداد وواشنطن هو أن تكون بغداد قد حددت بشكل واضح لا لبس فيه أهدافها من الحوار حول الحوار بين حكومة بغداد وأمريكا كتب مرثنى عبدالله في صحيفة القدس العربية أهداف الولايات المتحدة من الحوار يمكن القول بأن الدعوة لها قد انطلقت أساسا بعد التعارضات المتكررة للميليشيات المسلحة على الأصول الأمريكية في العراق مثل القواعدة العسكرية والمنشآت الدوليماسية والمتعاقدين المدنيين والشركات لذلك كان أول هدف لواشنطن من الحوار كما جاء على لسان وزير الخارجية هو الوجود المستقبلي لقوات البلايات المتحدة ولأن العراق في ستراتيجية واشنطن هو مركز ثقل المنطقة الذي يؤثر في الآخرين ولأنها في حالة صراع مع طهران وتسعى لتطبيق خطة الضغط الأقصى عليها ولكونها في مواجهة مصيرية مع الفاعلين الروسي والصيني لإبعادهما عمد النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري في المنطقة فإن الوجود العسكري الأمريكي في العراق ليس خيارا لواشنطن بل هو ضرورة قصوى تتطلبها المصالح العليا أما الهدف الثاني من الحوار الذي حدده وزير خارجية أمريكي بأنه أفضل السبل لدعم عراق مستقل وذي سيادة فليس أكثر من حشوة دافعة للهدف الأول لا أكثر واشنطن هي من صنعت هذا العراق الجديد وهي ما رسمت ملامحة وتفصيلات النظام السياسي الطائفي القائم وهي ما حافظت على قوائمه منذ الغزو وحتى اليوم قد تكون المؤسسات الأمريكية التي تقف خلف صانع القرار قد أحست الكارثة من سيناريو الغزو والاحتلال والمجيء بسلطات فاسدة وتود اليوم إعادة البرمجة من خلال المراهنة على هذا الطرف أو ذاك من داخل المنظومة السياسية لإحداث تغيير ما قد يكون هذا ممكنا بالنسبة لواشنطن وتستطيع القيام به لكن التحليل السياسي يقول عكس ذلك تماما إنه يقول كي تحافظ الولايات المتحدة الأمريكية على مصالحها في العراق لابد أن يبقى دولة فاشلة ومعدومة السيادة بعدما انتهى العراقيون من كذبة عادل عبد المهدي والألقاب الفارغة التي أغدقت عليه من قبيل سياسي مخضرم وخبير اقتصادي ومستقيل من الفساد وكذلك الترهات حول استقلال حكومته عن الأحزاب والميليشيات أو قدرتها على إنهاء الفساد ومحاسبة الفاسدين حتى وشدنا أنفسنا أمام كذبة مماثلة تخص هذه المرة مصطفى الكاظمي مضافا إليها عنصر مثير يتعلق بإنهاء تدخلات إيران السافرة وطرد نفوذها من العراق ونزع سلاح الميليشيات الموالية مقال للكاتب عوني القلمجي في موقع كتابات فضيحة الكاظمي انتشرت بسرعة لم تكن متوقعة حيث عرض في مقالة كتبها في أحد الصحف شكواه من قوة وجباروت الميليشيات المسلحة وتشاؤمه من مستقبله وقدرته على تحقيق برنامجه الإصلاحي لينتهي إلى استجداء رضا هذه الميليشيات بدل تحجيمها ونزع أسلحتها ولضمان بقاءه في منصبه أبدى حبه واحترامه لهذه الميليشيات وحرصه الشديد على وحدة فصائلها واستعداده لحل الخلافات التي نشبت بين الفصائل التابعة للولي الفقيه الإيراني علي خامنين وبين التابعة للمرجع الديني علي السستاني حول المراكز القيادية وتقاسم الحصص المالية والمناصب الوزارية واختار شعارا معلبا لتبرير خيبته وفضيحته لا صوت يعد على صوت المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي أما علاقة الكاظم بملال طهران فهي علاقة العبد بسيده وقد ظهر ذلك جليا وواضحا أثناء تسلمه الشروط الإيرانية عن طريق رئيس فيلق قدس الإيراني إسماعيل قآني الذي زار بغداد لهذا الغرض يوم الأربعاء الماضي والتي ينبغي على الكاظم تثبيتها في المفاوضات الشكلية التي ستعقد قريبا بين الولايات المتحدة والعراق لتنظيم التواجد الأمريكي في العراق وعدد القواعد العسكرية وما ينبغي أن يقدمه العراق لأمريكا مقابل حماياتها له من أي عدوان داخلي أو خارجي ولم ينسى الكاظم لتعزيز عبوديته تقديم رشوة للإيرانيين بتجديد عقد شراء الكهرباء من إيران لمدة سنتين ويضيف الكاتب لن تفاجئ هذه النهاية السوداء المتابعين للشأن العراقي بمختلف مستوياتهم فالكاظم نتاج ذات المستنقع الآسن المسمى بالعملية السياسية وإن مهمة وطنية بحجم استعادة العراق المنهوب لن يقدم على إنجازها الكاظم أو غيره حتى إذا صدقت النوايا لأسباب كثيرة في الصدارة منها الميليشيات التي تتضخم يوما بعد يوم عدة وعددا وتتجذر في مفاصل السلطة وتهيمن على مقدرات البلاد CNN تقول أن ترامب منح ديكتاتوري العالم سكا على بياض نشر موقع شبكة CNN الأمريكية مقالا لكل من سارة سيرجاني وغول توزورز أعتبر فيه أن الرئيس دولارد ترامب اتبع خطى مستبدي الشرق الأوسط في تعامله مع المتظاهرين الأمريكيين وأضاف الكاتبان في مقالهما إن ذلك التعامل يشي بأنه قرأ كتاب الإرشادات الذي يحتوي على طرق القمع لسيما مشهد وصف المتظاهرين بجماعات النهبي والإرهابيين إن تعامل ترامب مع المتظاهرين الذين خرجوا في عقاب مقتل جورج فلويد يمنح الطغاة في العالم سكا أبيضا لممارسة ما يحل لهم كما تبرى أن خطاب ترامب مثير للانقسام لأسيما وصفه عددا من ناشطي اليمين المتطرف بطيبين مقللا في المقابل من أهمية المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا ضد الظلم ووصفهم باليساريين والإرهابيين وجماعات النهبة وصولا إلى تهديد بنشر الجيش لقمعهم وفرض أحكام سجن طويلة على من يلقى القبض عليه منهم وهي الأساليب المفضلة لعبد الفتاح السيسي رئيس النظام المصري بحسبهما وبالنسبة للملايين من الذين تظاهروا حول العالم فإن أفعال ترامب ومشاهد العنف أثار ذاكرتهم وأدت لتعاطفهم مع ما يتعرض له الأمريكيون من قمع الشرطة وفي سوريا رابط كثيرون عبارة فلويد الأخيرة لا أستطيع التنفس مع ضحايا الهجمات الكيماوية التي خنقت المئات واختنق الصحفيون والمتظاهرون المصريون في نصف العقد الماضي من القنابل الدخانية والمسيلة للدموع التي أطلقتها قوات الشرطة عليهم وكانت مشاهد العنف والغضب الأمريكية حاضرة في ذاكرة المتظاهرين في برداد وبدلا من تقديم المثل الذي تقول الولايات المتحدة أنها تقف معها وتشجب دول العالم التي تخترقها يضيف الكاتبان فإن ترامب قام باستخدام نفس الأساليب التي شجب أعداءه لأنهم استخدموها وبهذه الطريقة حول رئاسته إلى آلة دعائية لكل طغاة العالم إذا تفاجأت من تصرفات الشرطة الأمريكية فأنت لا تفهم تاريخ أمريكا نشرت صحيفة الڭارديان البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن تاريخ تعامل السلطات في أمريكا مع الأمريكيين السود وقالت الكاتبة ماليكا الجبالي إنه وسط احتجاجات عالمية ضد قتل الشرطة لجورج فلويد أثار الناشطون في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية مطلبا باتخاذ إجراءات سياسية محددة مثل إلغاء تمويل الشرطة ميزانيات الشرطة المحلية وشرطة البلاية تضاعفت ثلاث مرات تقريبا منذ عام سبعة وسبعين وتسعمائة وألفا على الرغم من انخفاض معدلات الجريمة حتى الأشخاص الذين لا يمتلكون خلفية عن الشرطة وحركة إلغاء السجون أخذوا يتصورون بجدية لأنه يمكن استخدام النفقات العامة بطرق أكثر مسؤولية على الصعيد الاجتماعي يبدو هذا كأنه شعور راديكالي فقط لأن الشرطة تطبعت جدا في الثقافة الأمريكية خاصة مع تصويرهم في وسائل الإعلام الشعبية من التعساء والغارقين في المخدرات إلى أبطال شديدين ومحاربين للجريمة حتى إنه يوجد لدينا فريق بيسبول على اسم منظمة الشرطة تكساس رينجرز حان الوقت للنظر إلى ما هو أبعد من رومانسية الشرطة الأمريكية والاطلاع على الحقيقة مثلما تمجد أمريكا الجيش وصحيفة وولستريت وبعض الأمريكيين الذين يبيضون العالم الكونفدرالي وبيوت المزارع ذات الطراز المأماري الإساماري فإن تاريخ الشرطة غارق في الدم من الناحية التاريخية تقول الكاتب الأمريكية لم يكن معظم السود يعدون من البشر نهيك عن المواطنين الذين يستحقون حماية الشرطة أو الدستور كان السود عبارة عن ممتلكات حتى السود الأحرار الذين كانوا يعدون بحال أفضل كانوا مواطنين من الدرجة الثانية رسم للأمريكي فلويد على الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة رسم فنان مجهول الهوية صورة للمواطن الأمريكي جورج فلويد الذي قتل على يد عناصر من الشرطة الأمريكية على جدار الفاصل الصهيوني بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة وقال منذر عميرة منسق لجان المقاومة الشعبية المناوئة للإستيطان والجدار الصهيوني في بيت لحم إن الرسم هو رسالة تضامن من الشعب الفلسطيني المضطهد للمضطهدين في الولايات المتحدة الأمريكية وحول هوية الرسام قال الناشط الفلسطيني إنه جرى رسمها ليلا والرسام مجهول الهوية وأضاف عميرة منذ حادثة مقتل فلويد نظمنا عددا من الفعاليات المنددة بالممارسات الأمريكية بحق أصحاب البشرة السوداء وهذا الرسم جزء من التضامن والآن إلى أهم وأبرز رسومات الكاريكاتير لهذا اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة